كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي نماذج من الشخصيات والمواهب الملهمة في محافظة المهرة بحضور نائبي رئيس مجلس الشورى عبدالله بالغيث والمهندس وحي أمان ومحافظ محافظة المهرة محمد ياسر وتضمن التكريم الرئاسي فريق جامعة حضر موت الفائز بالجائزة الأولى في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي ورثام بالقدم من ذوي الإحجاجات الخاصة فاطمة صانون والفنان الثمانيني المؤسس للأغنية المهرية عسكري حجيران كما كرم رئيس مجلس القيادة الرئاسي مبادرة ذاتية من قبل المواطن سعيد الجدحي والناشطة المهتمة بالثراث والثقافة المهرية نور عبدالعزيز مكي وضمت قائمة التكريم أيضا الشيخ سعد مسلم الذي حول منزله إلى متحف للتراث المهري والناشطة فاطمة سالم المهتمة بتوثيق الحكايات المهرية ومحوى أمية النساء إضافة إلى المصور والفنان تشكيلي المبدع عبدالله هزيم المهتمة بإظهار الحياة البرية والحضارة المهرية